ستة كانت تقول مع هيام أبو شديد بيوم من القيام كنت قاعدة مع ستة يلي من المرات النادرة بشوفها زاليني سألت ليش؟ شو يلي محزنة؟ خبرتني أنه فقدت صديقة كانت عزيزة عليها وابتسمت بحنان وقلتلي لينا كانت تضل تردد ضربة حزنك بالحيط الدنيا واقفة على خيط وليش كانت تردد هالجملة ستة؟ جوابتني لأنه لينا كانت عيشة بقرية صغيرة كانت حياتها صعبة كتير بسبب التحديات يلي واجهتها حبت شب وكانوا خطبين وبعتوا وراه على خدمة الجيش وسامر توفى قبل ما يعرف حتى أنه لينا حامل هه؟ قبل ما يتجوزوا؟ تسمت ستة وقلتلي عملتي مثل أهل الضيعة يلي جلدوها بالسناتهم ومعملتهم لإله ولأهله ومن بعدها لبنته جوابت لا لا ستة مش قصدي هيك بس استغربت أنه بهيك الأيام تصير يا بنتي الإنسان إنسان بكل زمان والحب حب بكل الأيام المهم إنه لينا كانت حزينة بسبب مشكلة وعدم فهم الناس إله خاصة أهل سامر يلي ما قبلوا يعترفوا بالولد كانت دايما تحاول التمسك بتموحاتها وأحلامها بس الحياة كل ما قلت زيد الصعوبات عليها أما كانت تدعمها بكل حب وعطف وكانت دايما تقلها ضربة حزنك بالحيط الدنيا واقفة على خيط وهي عبارة قديمة بتعني إنه الحزن مش مستاهل ياخد من وقتنا ومن حياتنا لأنه الدنيا فانية ويمكن نموت بلحظة بيوم من الأيام وبعد ما تكدست المشاكل والهموم على لينا قررت تاخد المثل وتطبقه وتجرب نصيحة إمه حرفيا متل ما النصيحة بتقول راحت على خيط قديم من حجر مقصب قريب من بيتها بقلب الطبيعة وقفت هونيك اتطلعت بالحيط بعيون حمرة من البكة كانت حزينة ويقسانة بس مش فائدة الأمل أخدت لينا نفس عميق وقررت أنه تواجه مشاعرها بكل شجاعة بلشت تتحدث مع الحيط بصوت عالي وتخبروا عن وجعها ومشكلها وآليمة كانت عم تصرخ بكلماتها تطلق كل الأحاسيس المكبوطة فيها والكلمات عم تتدفق منها مثل المي كأنها عم بتحاول تطهر نفسها من كل يلي حملته من سنين مرأت ساعات بالبكة والصريخ وحست بتحسن تدريجي غيبة الشمس وبلشت السماء تشتي بخفة وكأن الطبيعة عم بتشركها احتفالها بتخلصها من الحزن رفعت لينا عينيها وبتتفاجأ بشاب واقف ودموع نازل من عيونه متأثر بقصة حياتها وتصرفاتها الموجوعة أتاري كان قيله ساعات واقف مصمر قدامها أخدت لينا مقص صغير من جيبتها وببساطة قطعت خيط وهمة بينها وبين الحيط حست إنها أطلقت سراح نفسها من أقويل الناس وجلدهم لإله ولا بنتها وإنه صارت حرة لتكون هي نفسها وتسعى وراء أحلامها من دون خوف من الفشل من هاليوم بلشت لينا تتغير تماما صارت أكتر قوة وصلابة وعازمة على تحقيق أهدافها بكل ثقة والأحلى إنه الشاب الحنون يلي كان واقف وسمع وجعة وبكي معه ويلي كان بزيارة لبلاده صار حبيبة وبي بديل لبنتها أخدهم وسافر فيهم على أوروبا مطرح مكان عايش وهايك صارت لينا رمز للأمل بضيعتها وقدرت تتحقق لكتير من النجاحات بحياتها تنهدت ستة وقالت ضربت حزنة بالحيط وفهمت إنه الدنيا واقفة على خيط الله يرحمه كنتم مع برنامج ستة كانت تقول عبر الشر الأوسط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر